في السلسلة الصحيحة من حديث أبي أمام الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله عدوا بقى من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان هذه أربعة ضفوها لما فات من أحب لله وأبغض لله وقريمة من الحديث الأول الذي نحن بصرده أصلا يعني وأعطى لله ومنع اللي يحصل لله فقد استكمل الإيمان لكن ليه جمع الأربعة دي مع بعض أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله لأنها حظوظ نفس الأربعة دي جاءوا في حديث واحد لأنها حظوظ نفس بس قال لما يمحصها الإنسان لله تعالى فإن قدر على ملت تلك الأمور واستطاع أن يفعلها أن يجعلها الله عز وجل كان على غيره أقدر يعني الأربعة دي إذا استطعت أن تجعلها الله عز وجل ما سواها سهل جدا قال الإمام علي رضي الله عنه وهو مدينة العلم إن شاء الله قال ثلاث من كنا فيه فقال استكمل الإيمان هو تعلم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم من إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى باطل الله أكبر من إذا رضي وضحها لا تحتاج إلى توضيع من إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى باطل وإذا غضب لم يخرجه غضب عن الحق إيه معقول هذا نحن في زمننا الغضب ده مسيطر على الناس إيه يا جماعة في إيه أنا يعني أرى أناسا يغضبون ليتك تغضب إذا فاتتك صلاة ليك تغضب إذا لم تخرج الزكاة إنما تغضب لإيه عشان إيه إذا غضب ده الإيمان الإيمان من هنا وحلوته طعمه إذا غضب لم يخرجه غضب عن حق وإذا قدر كان قادر يعني أن يأخذ حقه لم يأخذ ما ليس له ما ليس له بالقضاء إذا كنت قادر أن تقص حقك خذه بس لا داعي للقضاء والصبر على البلاء والشكر في الرخاء يعني الشكر في الرخاء شكر النعمة إخراجه نعمة من جنس النعمة يعني ما تقول ليش مثلا أنا جالي 100 جنيه اليوم أجيب المية جنيه وقعد أبوس فيهم لا يا حبيبي طلع منهم 2 جنيه طلع منهم جنيه هو حاجة مكفية يا عم جنيه والجنيه يجيب حاجة طلع جنيه لله وحد يأخذ جنيهاته يا عم حوش أخذ شهر طلع 30 جنيه يعني هو ده إيه الشكر لأن شكر النعمة إخراجه نعمة من جنس النعمة عندك علم خرج علم عندك مال خرج مال عندك ماشية خرج حليب زبح زبيحة خرج لعب وهكذا كله وقال أيضا المام علي كرم الله واجه ورضي الله عنه ثلاث من كنا فيه فقد أكمل الإيمان العدل في الغضب قريبا مما فاتت ورضى والقصد في الفقر والغنى واعتدال الخوف ورجاء يكون في تساوي وقال ثلاث من كنوز الإيمان كنوز الإيمان كتمانوا المصيبة شوف الست اللي شفناها مسلين ورميساء كتمانوا المصيبة ده وده الإيمان قلت حلوة الإيمان عند السيدة رميساء ومسلين والصدقة والمرض قال بشر الحافي وهم الناس صالحين التابعين لا يجد العبد لا يجد العبد طعم العبادة ولا حلوة العبادة لا طعم ولا حلوة حتى شوف الكلام الجميل هذا كلام جميل جدا ده خرج من القلب طلي منبثك من حلوة الإيمان وطعم الإيمان لا يجد العبد طعم الإيمان ولا حلوة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الشهوات حائطاً من حديد عايز تزوغ طعم الإيمان وحلوة الإيمان هتصوم من حديد ضعه بينك وبين الشهوات قيل لحبيب ابن الورد هل يجد من فعل المعصية حلاوة الإيمان قال لا والله ولا من هم بالمعصية يا لطيف ولا من هم بالمعصية ليجد طبعا ليجد طبعا شوف النمازج الحلوى فتح الموصلي صديق عيسى التمى وكان قد تأخى في الله تأخيها في الله عز وجل زهب فتح الموصلي إلى دار عيسى التمى أو إلى بيت كما تقولون فقال ضرب الباب خرجت الجارية قال أين أخي أين أخي عيسى أخوه في الله مش أخوه شقيقه ليس شقيقه يا أمة الإسلام يا من تأكلون أموال الإخ والأشقاء والأخوات الشقيقات هذا أخوه في الله ليس في النسب ليس ابن أبيه ولا ابن أمه قال يا جريه أين أخي عيسى قالت ليس موجودا أحمر مشوار ولا حاك قال لا فأين كيس نقود أخي إيه أين إيه أين كيس المحفظة يعني أين محفظت أخي هو تركها في البيت نعم هتيها ما عاش عارف أنا نقول ماذا نقول يعني فأتته بيه كيس تفضل فأخذ منه شيئا ثم رده إليها ونقول محفظة أخذ منها شيئا محتاج الفلوس أخذها وردها إليه فلما أتى عيسى قال للجارية جاءت الجارية من جاء أنا قالت جاء أخوك فتح الموصلي ثم قال لي أين كيس النقود أخي المحفظة يعني فأخذ حاجته ثم مضى أخوك الموصلي جاء سأل عنك لم يجدك قال لي هات المحفظة بتاعته جبت المحفظة خد منها شيئا بس فقال الجارية بقى ميتشا ما أخذ كمان وقل له ولا أخذ وكلهم حسوا بحلوة الإيمان الجارية والناس كلها أخذ من محفظتي ثم مضى قالت نعم قال اشهد الله أنك حضر لوجه الله إن كان ما تقولينه حقا إيه ده إيه السعادة دي أنا سعيد جدا أن أخي الموصلي جاء وأخذ من كان في حاجة إلى مال وأخذ من عندي لكن أنا وإنت ممكن نفعل هذا ده حلوة إيمان عند الثلاثة هذا الصديق وأخو أو الأخ وأخو الجارية حتى الجارية ما هو فيه مشكلة والناس تأتي تأخذ أموالا استدانة ثم يأتي موعد السرار يقول لك هو أنت نائس يا أخي وأنت محتاج فلوس يا أخي هو أنت عايز فلوس ما تسيبهم يا أخي ده ده مشكلة كبيرة يحتاج مننا جلسات عشان نشوف حل الناس دي الناس دي كانت ملايكة الناس دي ولا إيه إذن ثمرة الطاعات ينسل منها حلوة الإيمان اشتركوا في القناة